اخر تقرير معنا مشاهدين قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة عن الذكرى الاولى لرحيل الفنان قدير احمد راتب الحقيقة احمد راتب واحد من الفنانين اللي برعوا في اداء الدور الثاني وشكل سنائي رائع مع الزعيم عاد الامام طبعا يعني في افلام كثيرة جدا عشقه للتمثيل خرج بيا عن مصار دراسته لانه هو كان دارس الهندسة اصلا بس بعد كده درس التمثيل اعماله طبعا يعني كثيرة جدا اهمها الارهاب والكباب بخيته عديلة متسول طيور الزلام جزيرة الشيطان مسلسلات زي الدعية ومكان في القصر بنات في بنات ومع سبق الاسرار كان الحقيقة متفرد جدا في اداء هذه الادوار رحم الله هذا الفنان القدير فنان احمد راتب الذي رحل بجزته ولكن باقي باعماله انا فنان بوهيمي بوهيمي ايه بوهيمي اي يعمل ما يحلو له ويلبس ما يحلو له انا مش دكتور انا السباك ان العالم يشرب الان حاجة ساعة حاجة ساعة حاجة ساعة بدأ قطفل يهوى التمثيل منذ ان كان في المدرسة ثم احترف الامر عندما التحق بفرقة التمثيل في الجامعة ليغير المصار من الهندسة الى معهد الفنون المصرحية انا يسعدني ويشرفني ان اشتغل مع حضرتك وتشرفلي على رسالة الماجستير احمد كمال الدين راتب ثنان مصرية اجاد عبر اعوام من العطاء في ادوار الغالبية منها وان كان ثانيا لا بد وان يترك اثرا انا علي بيه عبدالظاهر ثانيا انا اقف مطرح ما انا عاوز ولد في الثالث والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة وتسعة واربعين بحي السيدة زينب تزوج من ابنة خاله وهو ابن لثلاث فتيات قدم الفنان الراحل تنوعا في الادوار باداء يحسد عليها بين الكوميديا والتراجيديا صالة وجال في رحلته الفنية كما شكل ثنائيا متناغما لم يمل منه النقاد او الجمهور مع الزعيم عاد الامام في اعمال كثيرة مصيب حولي من كل جانب مصيب في كل مكان تحيط دي وانت في وسط كل ده انت فين انا مش لقيك لكن لا انا بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسؤول الاول والاخير لشركة اسكر للدعاء انا احترق من اهم اعماله السينمائية زهايمر عسل سود الارهابي التجربة الدنماركية وعلى سعيد الدراما هاي سكول الامام محمد عبدو هند والدكتور نعمان احمد عبد المنعم ما تحضر ليش لغاية اخر السنة يا فندم بس اتفضل بقى يا فندم انا مش طالب هنا انا المعين ام كلثوم والذي حصل عن دوره بالمسلسل جائزة مهرجان الازاعة والتلفزيون حرمت عيمي الليل من نوم كما كان له الكثير من الاعمال المسرحية منها طرزان سك على بناتك روحية خطفت الزعيم رغم مشاركته لعملقة السينما المصرية الا انه اثبت ان البطل ليس بالضرورة ذا اثار وقد يسرق الاضواء عنه فنان ولو كانت المساحة ليست مماثلة شطران فيه قطع كبيرة ما لهاش اي لازمة غير انها تحمل ملك المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم يأكلك سبعة وستون عاما نهزهم الفنان الراحل ثم رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام الفين وستة عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة